واخيرا اتفق المنتقدون من الاعلاميين والمحللين على حب الجماهير الكبير للنخب الوطني جمل بالماضي ليتضح ان كل ما كانوا يقولونه عنه في السابق مجرد تغليط للرأي العام ومن هؤلاء الاعلام الجزائري حافظ دراجي الذي انقلب في رأيه وعجز عن اسكات الصوت المتضامن مع وزير السعادة والاكثر من ذلك انه دفع عليه ضد من يصفونه بالفاشل وفي لقاء له مع وسائل اعلام على هامش حضوره ضيفا على الطلبة في كلية علوم الاعلام الاتصال بجامعة الجزائر ثلاثة اكد معلق نوات بيهنسبورس بان رحيل بالماضي يعتبر امرا عاديا في نظاره معترفا بالمجهود الكبير الذي بذله طيلة فترة اشرافه على تدريب الخضر خلال الخمس سنوات الماضية وقال حافظ دراجي في هذا الصدد بالماضي كان عنده شعبية وقام بمجهود كبير ونجح لكنه فشل في نهاية المطاف وقال ايضا بانه لا احد يمكنه ان يصف بالماضي بالمدرب الفاشل او ناجح بالمطلق وزاد لقد نجح بالماضي كما فشل مثل اي انسان وهذه سنة الحياة وعن تعاطف الشعب الجزائري مع بالماضي قال دراجي عادي جدا ان تعاطف الشعب مع بالماضي لانهم احبوه وهذا يشرف ويشرف الشعب الجزائري على وفائه ما رأيكم في ذلك شاركونا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد